والسلام على أشرف عباد الله المرسلين بداية يطيب لي أن أشكر رئيس وأعضاء جمعية المحامين لدعمهم لهذه المبادرة ولما لهم من دعم كامل لجميع المبادرات وهذا ما عودونا عليه سواء في رؤيتهم أو فيما يخص خطة العمل اللي وضعوها من بداية وصولهم إلى الرئاسة إلى مجلس الإدارة إلى هذا اليوم بداية أود أن أوضح فيما يخص طبيعة العلاقة اللي بيننا وبين شركة الـ HKA شركة الـ HKA Limited هي شركة متخصصة بريطانية متواجدة في أكثر من 18 دولة ولديها الكثير من المكاتب اللي من ضمنها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات والبحرين ولذلك حنا فظننا دائما بطبيعة مكتب الأميلو يحب يبحث عن جديد من الخبرات المتطورة كان لنا مشاركة في 2017 مع كبرى الشركات المتخصصة في المطالبات والكليمات نظرا لأن هذه المرحلة كانت هناك الكثير من المشاريع التنموية الكبرى في الغطاع النفطي والتي بضوءها من أصل 25 عقد ميجا بروجيك تتراوح قيمته بما يعادل المليار دولار 19 عقد أربتريشن والتحكيم مما عزز إلى وجود مكاتب المتخصصة في التحكيم ولذلك نحن نعمل بسياسة وبطريق وبأسلوب المكاتب العالمية التي تركز دائما على الاستعانة لأن اليوم المحامي لوحده لا يمكن أن يقوم بكل شيء فهو بحاجة إلى الخبير الهندسي والخبير الفني المالي والخبير المحاسبي والخبرى في التحقيق الجنائي وما إلا ذلك فبموجب هذه المبادرة إحنا حبينا أن ننقن تجربة إخواننا في الدول المجاورة إلى آخر ما توصل إليه في التحقيق الجنائي وشركة الـ HK Limited متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وفي تسوية المنازعات التجارية وفي حوكمة الشركات وفي الفحص المالي الجنائي وتتبع الأصول المستخدمة لإخفاء الأموال الغير مشروع الناتجة عن جرائم واسترجاعها وبطبيعة الأحوال نحن اليوم في أمس الحاجة لهذه الخدمات نحن بحقيقة تفضل الأستاذ أخوي عدنان وذكر أن هناك قصور تشريعي نعم هناك قصور تشريعي فيما يخص قوانين الخاصة في الجهات الرقابية وهذا القصور تسبب في بعض الثقرات وهذه الثقرات أدت إلى مثالب مما أدى إلى عدم قدرة التفسير في طبيعة الأعمال الفنية بالذات للشركات المثل غطاء النفط والغاز والأشغال وما إلى ذلك اللي على ضوءها نههم بحاجة إلى أن تتكامل الجهود لخلق وحدة متكاملة من خلال ورشة العمل التدريبية التي تساعدهم على فهم تطبيقات الدول المجاورة ونجاحاتها ونقل تجاربها والاستفادة منها وكذلك نرى أن الجهات الرقابية ورقة عملنا لهذه الورشة تتمحور في عنصرين أساسيين العنصر الأول والأساسي نحن نشوف أن الجهات الرقابية باعتقادي أنها اليوم بكثرتها هي أكثر من ثمان جهات رقابية تخص الدولة كذلك فيما يخص الجهات الرقابية الخاصة للشركات هناك أكثر من 52 جهة رقابية في جميع الجهات الحكومية بالإضافة إلى 30 جهة رقابية داخل الشركات الحكومية والمساهمة ويوجد ثمان جهات رقابية ذات صلاحية واسعة تمكنها من المراقب والتدريق على الجهات الحكومية مثل دوال محاسبة وغيرها ومكافحة الفساد ونزاهة وجهاز متابعة الأداء عفواً الأداء الحكومي فيما يخص هذه الورقة نحن نحن نركز على العنصرين أساسياً لأننا نتكلم بطريقة احترافية فنية دقيقة لتحليل المشكلة ووضع الحلول لها فالمشكلة تكمن في محورين أساسيين تطوير التشريعات الحالية وتكامل الأجهزة الرقابية بأحدث الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي وخلق منصة متكاملة لهذه الجهات وجدنا أمالة بعد البحث أن هناك مخالفات بين الجهاز المراقبين له تسمية يختلف عن نفس المخالفة بتسمية عن دوال محاسبة وهذه المخالفات بطبيعتها عدم توصيفها وترميزها ووضعها بقالب واحد بين جميع الجهات الرقابية لخلق تسمية واحدة وتعريف واحد لكل مخالفة وهذا اللي بدوره احنا طلبنا يعني نرى أن هناك يجب أن يكون هناك منصة متكاملة لهذه الجهات تبني فيها كافة المتطلبات المتطورة والحديثة وبنفس الوقت متطلبات الخاصة في دعم سليب الرقابة اثنين بالنسبة لاستثمار في العنصر البشري فلا يمكن تطوير تشريعات دون تطوير العنصر البشري الذي سيطبقها ولا يمكن تطوير العنصر البشري دون توفير الأدوات اللازمة من أدوات كتشريعات وصلاحيات واضحة أنا بحكم خبرة وتعامل مع هذه الجهات لفترة طويلة وجدت فيما يخص أن طبيعة العمل الفنية الخاصة في قطاع النفط والغاز وكذلك في قطاع الكهرباء تتطلب منهم اتخاذ غرارات سريعة حتى يحاولوا في إنجاز المشاريع وحسمها ولكن يضطر المسؤول إلى كف يده بعدم اتخاذ الغرار وذلك تجنبا لتحمل المسؤولية من الجهات الرغابية التي بضوءها أوجدت الكثير من المشاريع وأنتم تلامسونها وتحسون فيها التي لم تنتهي على حسب برنامجها الزمني المقرر لها وهناك الكثير يعني ما ودي أذكر بالاسم لكن فيه مشاريع أخذت أكثر من ثلاث وخمس سنوات ولم ينتهي برنامجها الزمني ولم تدخل في مراحل التسليم الابتدائي أو النهاي لذلك نحن اليوم مع فريق الـ H-K-A Limited والشركة البريطانية المتخصصة في تتبع الأموال وهذا جزء من المنظومة وليس كل المنظومة لأن التحقيق الجنائي هو الضعف الذي شاهدناه في الأحكام الأخيرة الخاصة في قضايا الفساد في ضعف شديد عند الجهات الرغابية في التحقيق الجنائي لذلك فظلنا أن ننقل تجربة أخواننا في المملكة العربية السعودية والأستاذ مجد مدني وخبرته الكبيرة وشراكته مع مكتب الـ H-K-A Limited والنجاحات التي حققوها إلى دولة الكويت وقدمنا هذه المبادرة بقصد دعم هذه الجهات لتطوير الاستفادة وتطور بشكل ملموس وسليم موسيقى